مايزتش عن نص الديلي انتاج من الكربوهايدريد الكربوهايدريد تعتبر حاجة رخيصة وبتديني طاقة فبالتالي كل الناس بتاكل كمية كبيرة من الكربوهايدريد قالك بردو كان الأول بيقول زي ما بقولكو مايزتش عن نص الكاليرك انتاج من الكربوهايدريد دلوقتي بيقولوا ان مايزتش عن عشرة في المية كربوهايدريد كسورس of daily intake of calories It's better to consume كربوهايدريد عشان تبقى موجودة مع أنواع أخرى من الأكل فتقلل الكريوجينيسة بتاعبها When you select the carbohydrate try to select the most suitable form اختار الحاجة السهلة اللي بيكليرد فلاش نختار الحاجة اللي تلزأ في السنين وتعود فترة طويل اللي احنا بنسميه Aural Clearance of the Carbohydrate يعني ايه Aural Clearance of the Carbohydrate عمالوقت اللي بتاخده الكاربوهايدريد to be cleared from the oral cavity هدى انها قد ايه في الoral cavity وبالتالي كل ما تكون في صالب الفور ما تبقاش sticky هتبقى cleared بأسرع من الأور الكافتي وبالتالي الكريوجينيسة بتاعتها هتبقى أقل As regarded dietary recommendation اللي أنا ممكن اديها لأي patient عشان to improve here is reduction هنقول له keep the carbohydrate content of the diet as low as possible دفقنا ما تزيدش عن 10% من الكالاريك انتيك try to consume carbohydrate at a meal time avoid in between meal snacks مش كل شوية ناكل كاربوهايدريد لأن دي هتزويدلي the frequency of attack avoid أي sticky candy بلاش الحاجات اللي بتلزم بلاش البسكوتات اللي بتقعد كتير جدا في الoral cavity وتاخد وقت أطول في الclearance ولو كده خليها لا متد للميل times أو for the end of the week substitute any sticky sweet with nut raw fruits vegetables for in between meals sticks دي هت الديني طاقة حتيح صلاع كلير انس أسرع هستفد منها من كل اللي select the suitable form of the carboidrate which clears from the oral cavity اختار دايما leave green and yellow vegetables عشان دي it's a good for clear this is a health diet and this is a ketogenic diet ثاني حاجة اللي قلنا هنستخدم سوكروز substitute هو ايه السوكروز اتفقنا ده traditional sweeteners وهو عشان رخيص فالناس كتير بتاكلوا بس مشكلته ان هو بيساعد على implementation and colonization وبالتالي بتاعت الكاريوجينيك باكتيريا وبالتالي هيزود الميتابوليك اكتابيتي يعني ايه implementation يعني تلزق جوه التنتل بلاك وبعد كده تبتل تعمل coloniz وتتكاثر وبالتالي كمية الاسد بريدكشنز بتاعتها هتبقى اعلى عشان كده بنعتبر the archic criminal المتهم الرئيسي for dental care بقول give reason ليس سكروز consider to be the archic criminal for dental care بساعد على implementation and colonization للبكتيريا وبالتالي بيزود الميتابوليك اكتيريتي عشان كده دايما بندور على what's called سكروز substitute او بدائل السكر السكروز substitute ممكن تنقسم لحاكتين حاجات ملهاش كاريوجيناستي او حاجات الكاريوجيناستي بتاعتها اقل من السكر نفس من السكر نفس يعني ما بتدي ناش بتقلل او نسبة الكالوري تلاقوها كده مكتوبة نسبة الكالوري زيرو مثلا او نسبة زيرو اشهرها الاسبر تام والسكارين دون they are not metabolized by the oral microbes ما بتتعرفش عليهم المايكروبات وبالتالي بيعتبروا non-calogenic idols كالوري كالوري بتدي كالوريز ولكنها بنسبة اقل طبعا بكتير من السكروس اشهرها السوربي طول والزايلو طول وبالتالي هم لاس كاليوجين من السكروس هادي حاجة قلنا يحطوها جوا تكوين اثناء تصنيع المواد الغذائية ممكن يحطو فلورات ممكن يحطو او ممكن يحطو كل الحاجات دي هتقلل الجبنة الجبنة ابسط حاجة نقول العيان لو انت اكلت حاجة حلوة ممكن ده اكون وراه حط الجبنة حطة الجبنة دي هتعمل ايه يعني طب وما تعمل ساليبري فلو ايه ده هيحصل ده معناه ان هي هتصرع عمليات هتزود عمليات كمان التيز دي هتزود على عالية تساعدني في عمليات متقدر ترفع البي اتش من الى او او درجة سبعة ونص بخلال ثلاث دقايق يبقى انا قضيت على اللي ممكن يحصل عمليها عمليات دي دي يجب أن تحسن ثموى الوضوح القاسم إلى قومة الوضع القاسم تقدم اذن من 3 منطقة القاسم ثمم أعد المنزل وأن تحسن الموضوع نسيش. In general, the diet for general health is important for the oral health. الضيئ بتاعتي لازم تحتوي على basic element. الضيئ بتاعتنا لازم تبقى متكملة. تبقى balanced. تحتوي على basic food groups. تحتوي على mineral, على vitamins, على phosphates. وهقل نسبة من هذا المعيد اللي احنا اتفقنا منزدش عن عشرة في المنية from the total caloric intake. This is the basic food groups of the diet. طب احنا نعرف منين ان الpatient ده المشكلة عنده في ال diet عشان ابتدي اعمل عملية diet للي control فوذلك الكيرس. في مثلت كتيرة اقدر عمل بيها assessment of the patient diet. the food balance sheet food estimated record waiting methods interview methods waitionaires اهم حاجة عندي اقدر اعمل بيها وبستخدمها كتير what's called diet history analysis. يعني ايه diet history analysis يعني انا determine individual eating habits اعرف الزبط وبياكل ايه وبياكلوا امتى والكمية اللي بياخدها ايه والكمية دي مشي مع recommended daily allowance ولا لأ احلل نوعية الاكل اللي بياكل احلله ازاي هحلله عشان اقدر to compare with the recommended daily allowance يعني المفروض اخذ ايه بالضبط او اكل ايه وبناء عليه اعمل recommendation patient to change this diet تاني يعني ايه انا هعرف patient او child ده بياكل ايه بالضبط في فترة من 3 ايام ل7 ايام في خلال 3 ايام او 7 ايام شو معنى 3 ايام او 7 ايام وهو اكيد الاكل يعني مقدرش حددها في يوم سيئي انا اليوم ده اكلت اكلة معين والاكل ده مش دايما باكل ولو رجي لكن عشان اضمن نوعية الاكل اللي بيأكلها على طول او اكليس تاخد 3 ايام متدالية او 7 ايام متدالية اعمل لها recording ازاي في عندنا chart كده سيئي انا انا اخد على مد 3 ايام اسم patient و starting date اللي انا اخد في الريكورد دلوقتي انا عندي 3 واجابات رئيسي ال breakfast وال lunch وال supper العش طب في ناس مش بتفتر بيعتبر قبل ما اول ما يسحل تيأكل شوية حاجات كتير كده قبل الفطار بغاية ما يجي معاد الفطار وفي النص على يجي معاد الغداء يكون اكل شوية حاجات ما بين الفطار والغداء انسون فبالتالي انا هحط الثلاث واجابات الرئيسي وحط before breakfast before lunch and before supper ويكتب للعيان الكمية وإيه النوع اكل ايه اكلت بيض الصبح طب كم بضايا اكلت لبن طب شربت ايه كم كبايا يبقى بحط النوع والأمونت هكرر ده في خلال الثلاث ايام وبناء عليه انا هبص على ال وعمل لها to analyze بياخد وفات والحاجات ال ولا كله مركز في حاجة معينة ابتدي حدد كمان بياخد كربوهيدريت ايه ده نص اكله كربوهيدريت طب بياخد امتى اتميل طعم ولا مينجي قد مين عشان دي كلها تحدد ومعيد الاكل والكريوجينيسيتي بتاعتها وبناء عليه هبتدي اعمل كمباريزن حال البيشن ده بياكل ده المطلوب يأكله الكميات يأخد يأخدها فبالاكل اللي بياكله ده حل هو فعلا مباني الفور بيزي جروب يعني في فات وفي بريتين وفي كربوهيدريت وفي في فيجتابلز ولا كله كربوهيدريت ولا كله لحوم ولا كله ايه بالضبط ايه بالضبط يبقى انا هبتدي احدد إباليواشن للإنتاك خد الكميات هنا حطينا الفور بيزي جروب ملك ندري بروت ميت بجتابلز بريتين سيرلز الكميات خد ايه كل يوم طب هو within the average ولا inadequate intake ونعرف منين انه هو average ولا inadequate هنلاقي ايه للشارت ده موجود في معظم الكتب محدد لي كل ايه المفروض ياخد من الفروت جروب او من الملك او من الميت مفروض في قد ايه يعني السعي مثلا هنا فور الت تشد من ايه جد من 4 الـ 8 لازم ياخد 5 fruits per day 5 fruits per day طب ال and soon recommended something عندي recommended daily allowance لكل age group سواء اذا كانت children او teens او adult بتفرق من الميل للفيميل وبالتالي انا هقارن الا انا طلعت بيدة مع recommended daily allowance وبالتالي في النهاية اقدر عمل recommendation لل patient لا دا انت اكلك مش متوازن لا دا انت الاكل بتاعك في deficiency في ال other groups انت الاكل بتاعك mainly carbohydrates انت لما بتاكل الCarbohydrates بتاكلها in between meals يبقى في الحالات اقدر تريكم to the patient to change the dietary habits اقدر عمل recommendation to substitute the cariogenic item with the tooth framed sweet needs واعمل a check for the choice of this patient خلنا في severe early childhood cares وقلنا كان mainly المشكلة بتاعته كان dietary habits improper nursing habits دي واحدة من الحاجات والمشاكل اللي بتقابلنا واحنا متأكدين ان مشكلتها الرئيسية في improper nursing habit recommendations لازم اعمل parent counseling يعني لازم اعمل advice to the parent stop this habit help the child while feeding should be prepared and placed to bed لازم يبقى ما عملش prolonging the age of weaning ما زودش سنة في ياخد حاجات تانية للدش للbreast feeding او الرباط الفي in a conclusion health and nutrition are related teeth like the bone are dependent upon the good nutrition dental care may be in a dual relationship with malnutrition in a dual relationship يعني علاقة طردية في كارس مش ه عرف يقول في دفشنسي في الاك هيحصل يؤدي الى dental care علاقة متبدلة ما بين الاثنين قبل من ابتدي prevention of traumatic dental injuries لو في اي حد لي استفسر او اي سؤال عن ال diet نكتبع انا ارد داني في اي سؤال في ال diet قبل من ابتدي prevention of traumatic dental injuries حد لي اي سؤال يا دا كثرة استوار the prevention of traumatic dental injuries انتو سمعيني ولا مش سمعيني حد لي اي سؤال يا دا كثرة okay prevention of traumatic dental injuries اتو الترماتيك دا الانجز دي common ما بين ال children وممكن تبقى serious جدا تؤدي الى fracture تنطيف ممكن تعملي laceration في الصوف تشز وممكن تؤدي even to the fracture الترماتيك dental injuries سببها الرئيسي ممكن تبقى حاجة general factor يعني اي general factor يعني اي حد في الدنيا ممكن اتبقى بيها الاطفال وهم بيلعبوا في sport واحد هو بيجري وقع في المدرسة حدثة من اي حاجة تعرض الى حدثة او خبطة fight injuries الخناقات اللي بيضربوا بيها بعض دي كلها general factors يعني كل الناس ممكن تتعرض لها في عندي dental يعني حاجة سببها dental زي الناس اللي هم عندهم proclination في upper incisors السنان طلع البرة فبالتالي لو تخبط فيها سهل انها تتكسر الناس اللي عندهم structural defect في السنان الناس اللي عندها treatment في incisors كل دي factors ممكن تؤدي الى traumatic dental injuries في عندنا كمان systemic factor في بعض الناس اكثر عرضة للاصابة بالtraumatic dental injuries نتيجة systemic disease اشهر الناس اللي عندهم epilepsy الناس اللي بيجي لهم convulsion ويقعوا في اي مكان اكيد معرض للاصابة بالtraumatic dental injuries اكبر من غيره كمان cerebral pulse children cerebral pulse children دولهم مرضى ممكن يبقوا على dental ممكن يبقوا ماشيين عادي الناس دي اكثر عرضة للاصابة بالtraumatic dental injuries لثلاث اسباب رئيسية السبب الاولين ان هما عندهم high incidence of mal occlusion عندهم proclination للسنين وعندهم كل حاجة طلع برا يعني السنين برا ما كان 50% منهم epileptic وبالتالي عندهم اكثر عرضة للاصابة السبب الثالث ان هما عندهم poor coordination between the muscles يعني لو هو حصل له slippage مايقدرش يعمل support لنفسه هيقع بسهولة احتمالية الاصابة تبقى عالي يبقى احنا عندنا دلوقتي الapidemiology بتحق regarding the sex لغاية سن 9 سنين الميل والفيميل بيبقوا متساويين لكن بعد سن 9 سنين هنلاقيها أكتر في الميل منها في الفيميل مش معنى أكتر في الميل منها في الفيميل الميل أكتر ناس participant in the contact sport لما بيختاروا رياضات بيختاروا رياضات اللي فيها contact لكن الفيميل هتلاقيها لو هتشارك رياضات اللي هي بتشارك في تانس هتلاقيها بتشارك في حاجات اللي ما فيهاش contact sport اكتر ثانية حاجة الميل ممكن more involved في fight دايما خناقاتهم ده يضرب ده بالبوكس ده يعمل حاجة بتبقى الخناقات عنيفة فيعمل لهم injuries the most common age بيتراوح دايما من 7 إلى 14 ومصر عندنا the most common age for traumatic dental injuries من 8 ل12 دايما المدل and low social classes عندهم high incidence of traumatic dental injuries than the higher social classes اكتر سنانها تبقى affected for sure the maxillary incisors اكتر منها المندبل incisors معدل الاصابة تقريبا بيبقى around 10% ازاي اعمل prevention of the traumatic dental injuries بما ان السبورت accident تمثل اعلى نسبة من الاصابة يعني الناس الاثلاتيكس الناس الناس الرياضة ممكن الترماتيك dental injuries توصل عندهم ل39% يبقى السبورت injury نسبة عالية يبقى انا ممكن اتوجه لان انا for the safety of the playground اخلي الplayground بتاعتي safe مايبقاش فيها indentations احط impact absorbing موجودة في playground احط حاجات يقع عليها لو انا عندي مشكلة dental نعمل early orthodontic treatment كمان هيلبس mouth protectors او prevention of mouth protectors يبقى three main items for the prevention of traumatic dent 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 one safety of the playground two early orthodontic treatment تلاتة prevention of the mouse protectors this is the safety of the playground made of the material which resists appraison in the indentation تتعمل materials ما يبقاش فيها حفر ومطباط ما يبقاش سهل انها هي to be appraided safety of the playground حط soft trapper launches على playground بحيث ان لو حد وقع يبقى absorb اي impact اعمل early orthodontic treatment الناس اللي بتمارس contact sport it's better to wear what's called mouth protectors لما اقول protectors بس ايه انواع protectors عندي عين extra oral يعني تلبس برا oral cavity او intra oral اللي هو اسمه mouth protectors لكن لما اقول كلمة mouth protectors يبقى معناها ان انا اقصد intra oral اسمه mouth protectors يبقى لازم يتحط intra oral الا extra oral protectors اللي بيلبسوها الناس اللي بتلعب حكيز والحاجات دي يبقى من السنين بالتالي انا لو خطي خطة السنين الليب والsoft tissues مش هيحصل لها laceration من السنين it hold the Jew apart وبالتالي هتعمل زي truck absorb انا لبسها لبس الماث protectors وغالبا بيتلبس في upper arch لو حد خبطني تبقني عمر ده ما هتبقى يحصل ل TMJ upward and backward movement لانه لما هيتخبط هيتخبط في حاجة protectors اللي هو عامل زي cushion وبالتالي مش هيحصل upward movement لي TMJ وما يحصلش لي أي condyler fracture هو عامل زي cushion وبالتالي اي خبطة هتضخبط هيعمل لي spread all over the teeth مش هيبقى concentrated في area لو حد عنده partial denture او مركب اي حاجة بخطورة كبيرة قوي لو انا حطت partial denture وبيلعب بيها سفور لان denture ممكن يكسر وaccidentally to swab it لما يكون هعمل mouth protectors لحد عند partial denture لازم هيتشغل partial denture وهعمل impressions هنشوف شكل الprotector دلوقتي وبالتالي هيملل الفراغات اللي كانت مكان partial denture ومش محتاج ان انا اركب partial denture اللي ممكن يعمل لي مشكلة عشان اعمل mouth protectors ويبقى كويس شو تبير تنتظر مكانه محطوط مصبوط شو تبير كونفورت دول عشان هقدر اتنفس وقدر اتكلم شو تبروتكت لازم يتعامل من material سهل تبير ووشد وكليين وانا مش هعمل كل يوم protectors هو انا عندي mouth protectors هلبسوا ساعة contact support المفروض ان انا خلصت ال contact support تشيله ابتدي يتغسل ويتننظف ويتحط جوه perforated box لغاية الوقت استخدامه تاني فلازم material المصنوع منها متتأثر في الووشنج او الكلينيج او disinfection اعمله ازاي او بيبقى شكله ازاي المفروض ان هو يكذر كل area of interest اللي انا عايزها يغطيه كل السنان و soft ديش ميكونش ببالك عشان لو هو كان بالكي هي انترفير مع maximum يبقى حواي 3 ميلي short من الميوكوب باكال فولد نخيال كده انتو انتو بتعمل danger لو danger ده overextended مجرد ان الpatient يحرك اللي بتاعته هيقع لان هو impaging على الميوكوب باكال فولد مع اي حركة هيبقى يقع من مكان ايه انواع الانترا اور protectors او types of mouse protectors عندنا three main types stock من اسمه زي stock tray جاهز جايبه جاهز بsize مختلف mouth format هو جاي زي stock بس انا بعمله modification تستم تستم لأ ده انا بعمله from a to z stock protector تفكره شوية كده لما بينعبوا boxing الناس اللي بتلاع boxing تلاقيه بدأ يحط stock mouse protector فبقه قبل ما يبتدي العب this is the mouse protectors ده موجود ها قدر اجيبه من sport shops وده موجود available in size مختلفة small medium large هيبتدي يحط في book لو لاحظنا الراجل او الشخص لما بيالعبوا boxing بيروح حط في بقه فكان يروح تلاقيه طول الوقت عضل عليه بثنين وقافل عليه بثنين لانه مهما كان مختلفة بس never هتسوط كل الناس مش هتبقى مناسبة لكل الناس دايما قافل بقه وهو يعني يبقى المين dis advantage of this considered unsatisfactory الانهاروس اهم حطينهم فبقهم ضغطين عليه بثنين بس مش هادر استحمل كده كتير كان ممكن ما يغطليش كل الارياز اللي انا عايز لها تاني نوع اللي هو هو جاي بالشكل ده من قفس شكل الشلك بالليد بتاع اللور ده يعتبر ردي ماء ايوه هو ردي ماء بس انا هعمل موديفكيشن ان انا اجيب الكت دي to match the upper وبعد كده بيملأ الفتن بماتيريال وعلينا حطها ببق العيان تاني واستنى لغاية ما تنشف فبالتالي ايني عملتها كاستم فاني خدت تراي وبقت كاستم حنحطها في مكانها زي ما اتفقنا ونخلي الماتيريال اللي انا حطتها to sit وبعد كده طلحها واعمل لأي اجساس موديفكيشن المادة اللي انا حطتها جوه دي ممكن يحصل لها عملية repeated tear احسن واحد ده custom made protein انا انا امفصله على قد كل واحد لوحدة نعمله ازاي هنفتكر زي ما نكون بنعمل بتعمل ايه بتاخد وبعدين بتجي تحطها تصبها بقى عندي cost بعد كده بتجي اعمل ال الاكريل اللي احنا بنعمله ونحن تجي تعمل الاكريل بتعمل الاول بالقلم الرصاص كده للاكستنشن اللي انت عايزه هي دي نفس الفكرة بزدبط هو بتعمل من ايضي راجد ايضي 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 او سمي راجد البوليفيناريزم طبعا البوليفيناريزم احسن قبل ما عامل اي حاجة حاخد امبرشن وقررت اعمل امبرشن قلنا لو لابس وبعد كده ااخد الامبرشن واصبها الكست اعمل اوطلاين للبريفري عايز اشوفه اكستند لغاية فين بالزبط بعد كده ابتدي احط الماتيريالز اللي انا عايزها واعمل لها ولغاية ما تنشف ابتدي اطلحها واعمل لالفلانج واعمل نفس الستبس تقريبا اللي بتعملوها في اخد سب كاست هيعمل للكاست وبعد كده يبتدي يحطها ويعمل لها يلبسوا في بقر ممكن يتعامل على الكاست اوتوماتيك وممكن يتعامل بباكيام ماشين بيبقى عندنا جائزة احطها فوق الكاست واحدد اللي انا عايزها اضغط عليها اطلع لي ابتدي بتاعته ما هوش فوق طبعا لان انا عملها على قد البايشنط بالزبط يعني هو غطى الاماكن اللي انا عايزها لان انا عملت بالقلم ورصاص حددت انا عايز وبالتالي بدأت اقطع الاجسس وعملو ثموتين يبقى اكيد هيبقى كنفرط يبقى اكيد مش هيبقى انترفيرين مع الاسبيتش لكن طبعا هو يعتبر ليه لان انا عندي مقاسات واصب قسطات وودي بعمل وبالتالي هياخد شير سايت تايم اعلى حطيت البروتاكترز واتفقنا ان انا البروتاكترز دي حدد انها طول الفترة يبقى لازم ابتدي اخسلها بعد اليوز على طول وعمل لها وبعدين اعمل لها في لغاية لما استعمالها تاني اخسلها وبعد اعمل لها بالاندي سابتر ادي الباكس بتاعنا بيبقى وابتتحط في هل هناك اي سؤال قبل بابتدي بريفنشن في أورال كانسر احنا كده هيبقى اخضر لنا محاضرة واحدة تاني اللي جاية بازن الله هتتكلم عن وكده يبقى الكورس تقريبا خلص مش هنقص اكتر طبعا لان انتو المفروض هتمتحنوا ممكن بنهاية دي سنف عشان نبدي وقت للمذاكرة مش هدي حاجة تانية غير المحاضرة الجاية هنتكلم سريعا عن وفيه من لأسفل بطاقا لانتو الانتو تحديد من لأسفل احتفل وطاقا لانتو الهدف أنك cancer بتاعنا maybe primary tumors لكنها ممكن تبقى second raise لأذر أليس survivor rate بتاعه بيوصل لـ 52% السعينز and symptoms بتاعة الكانسر بتبقى في الأورال كافتي في الثروت أو في الطنج ممكن تظهر بأشكال مختلفة قوي ممكن تبقى داي صور زي حاجة ulcers which bleeds easily ممكن تبقى lump or thickening يعني حاجة كده مكالكاة أو كالكوعة ممكن تبقى red or white ممكن تبقى حاجة مها صغير قوي وممكن تبقى كبيرة this is epidermal tercino cancer in general والأورال cancer بزات هتبقى موش قمن في الميل أكتر منها في الفيميل mainly بتظهر في fourth decade يعني في الاربعين في الاربعينات أو أكتر بس مع ذلك ممكن تظهر دلوقتي في age صغير الفاكترز بتاع cancer may be environmental may be non-environmental أغلبها أو main player هي non-environmental الجينز الجينز ممكن تبقى predisposing لكانسر مور كمان عن حد تاني وبالتالي أنا مقدرش العب في الجينز يعني total prevention our true prevention of cancer is impossible مقدرش أمنح حدوثه أقدر أقلله أقدر أقلل immortality rate أقدر أرفع survivor rate إزاي to decrease the incidence of this cancer first you have to know any risk factors involved جالي patient لازم أخذ comprehensive medical history أعمل comprehensive examination لليجين بي أوار لأي additional predisposing factors and condition لو في حاجة أنا شاكك فيها you have to suspect cancer أعمل screening أعمل early testing when you need refer to pathology عشان أعمل biopsy get assistance when you need مش عارف مش عدر حدد please contact other or refer to the patient reduction of the prevalence of the cancer أنا دوري إي كا دنتس أو أور الحلث profession الدور الرئيسي ليه health education أعلم الناس هي أي ال predisposing factors that you have to stop and you have to avoid أكيد خدتوها قبل كده 6S tobacco وال smoking حاجات اللي احنا كنا بيقول عليها واخدناها في البطاط باستفاضة smoking من الحاجات اللي تؤدي إلى cancers oral and lung cancer and you have to stop minimize sun exposure sun exposure من العوامل التي تؤدي إلى cancers وأشهرها تحصل في lower lip أكتر منها في upper lip لأن upper lip the sun strike the lip in the skin لكن lower بيحصل striking لها في vermilion border الشمس لما بتخبط upper lip تخبط ها إلى skin skin decretinized protecting لكي لما بتخبط lower بتخبطها في vermilion border it is not protecting عشان كده بيحصل فيها cancer in addition in the lower rib أكتر واحدة بتتعرض لليب biting بيش حد بيعمل biting للأبر lip بيعمل biting للlower lip بالتالي cancer is more coming in the lower lip than in the upper lip try to avoid any harmful habit زي cheek biting snuff dipping snuff dipping ده اللي هما القاط بتوعيما دايما يحطوا حاجات في muco baccal folds وتبقى تؤدي إلى cancer بالشكل اللي احنا شايفين دايما ننصح البايش بتاعنا بالضاعة المتوزنة اللي فيها fruits and vegetables الحاجات الكلار الحاجات الانتي اكسيدن وانت كدكتور من فضلك بلاش تحط ill-fitted dentures أو الابلايانس أو تسيب أي sharp margin أو edge لاني دي معناها ان انا عندي continuous irritation to the mucosa اللي ممكن carries the risk of cancer try to avoid the process as much as possible be aware ان في بعض الفيروس are responsible to زي البشتين بور virus linked with the perkits lymphoma retro virus linked مع leukemia HIV virus common لهم او ان هو عند البوسي sarcoma and lymphomas يعني الpatients دول تاخذ بلق منهم يعني الpatients تعملوا proper observation and diagnosis بأول حاجة healthy education ده دوري healthy education عرف risk factors ازاي يبعد عنها ازاي يؤدي بيها ثاني حاجة انا كدكتور معملش حاجة فيها الفتد مواجل او sharp age ثاني دور ليا early detection 80% من من of the oral cancer 80% من oral cancer تعتمد to be prevented by the early detection ان انا اعمل early detection early detection هعتمد فيه على comprehensive examination يعني اعمل detailed examination for patients مش جست ان انا بص بس observation palpation كل حاجة ممكنة تقدر تعملها vaguely inspect the surface of the oral cavity also palpate all the available surface كمان palpate the lymph nodes this means comprehensive examination examination just مش only بس to see also to palpate if you want to examine the tongue you have two ان انا اشد وابص كمان على lateral borders ابص على ventral surface of the tongue دي اشهر sites ممكن يحصل فيها كمان examine the lymph nodes خليك عارف الاماكن المصط كمان اللي انا اقدر الاقي فيها cancer وهشوف ازاي هنلاقي عندنا جدوة ب اي هي المصط common sites اللي ممكن يحصل فيها cancer ويتباني ازاي this is the examination هنا في اللاب ممكن تبقى lump يعني قلناك الكوعة لون bluish white a white الage بتاعتها دايما بتبقى ragged الطنج مش من اشهر الاماكن اللي ممكن هلاقي في cancer especially at the lateral side or in the ventral surface of the tongue the inner surface of the cheek the palate even the floor of the mouse all these are a common sites for the cancer the gum انا شفت حاجة swelling كده اه دي دي biotronic granuloma طب biotronic granuloma ما تشلها شلها وتكير اي حاجة هتتشل من الورal cavity should be sent في ان انا اعمل لها histopathological examination مهم جدا anything to be removed from the oral cavity should be sent for histopathological examination before the healthy profession should be aware by the wide variability in the appearance of the oral cancer ممكن اتفقنا ممكن حاجة تبقى alcerated او vegetated يعني حاجة فيها alcer او حاجة طلع البر ممكن يبقى wart like البوردرز ميمي بتبقى endurated وا avorted الحجم مش دليل ممكن يبقى حاجة صغير قوي وتبقى cancer ممكن حاجة تبقى few centimeters مش دايما تتوقع عن الpatient يقولك انا حاسس بقلم ده بالعكس ده لو حاسب قلم بتبقى غالبا في last stages these is common shapes of the cancer مهم كمان ان انا اخد باني من اي pre-cancerous lesions الان pre-cancerous lesions حيحصل لها او ممكن تتحول الى cancer عندها high risk of cancers اشهر الحاجات الوز lesions اللي احنا عرفها او pre-cancerous lesions اللي خطوا في المادسين الى الكوبليكيا والأريثriopräكيا واللichen planus يعني عملهم ايه observe شوفهم بستمرار اذا حصل اي change whether in the color or in texture او in histology يبقى you have to suspect the cancer and you have to take a biopsy blue test ده سهل قوي ان انا اعمله للpatient هطلب منه انه هو باكده واحد في المية ascetic acid مش ما انا حطيت ascetic acid يعني ينكسر اي ميوسين قبل ما حط التوليدين blue test حطيت التوليدين blue على التيشوز اللي انا شاكك فيها اخليه بعد كده يمضمط وبص هل التيشو دي retained التوليدين blue ولا هنشوف صورة ادي عندي حاجة اللي جل في الشك انا شاكك انه cancer عمل الpatient rains بعد كده حطيت ascetic acid بعد كده حطيت الجين blue شايفين الحطة دي deeply stained deeply stained لو لقي deeply stained legions دمع انا اي suspect the cancer and i have to take a biopsy and send for histopatological examination شوف the deeply stained areas it means a positive طب اذا كانت كلها stained faint من الميكوزة ومعنديش deeply stained it means a negative test يعني عمل اي في العيان follow up of the patient and re-apply tilledine blue test after a few weeks في test تاني اسمه oral cytology او exfoliative cytology ده بتبقى زي brush وبيعمل لها يكحد بيها جزء من اللي اللي انا شايفه وبعد كده بيحطه على slides ويبعته لل histopatological examination url cytology بيسموه exfoliative cytology بيعتمد ماني ان انا اخد disquamated cells بس لكن brush biopsy بحاجة تانية brush biopsy الbrush زي اله metal ends فدي يعتبر traumatic لحد ما يعتبر شنان invasive بيعمل pressure على legis حيطلع لي cells على ال brush بتاعة الbrush دي ويبتدي يحطها على slides ويبعتها للhistopatological examination ويشوف اذا كان فيها signs of dysplasia or not non invasive tools for early detection of oral cancer مش عايزة من كم تعرفوا غير اسماءها بس في مثل كتيرة non invasive بتعتمد كلها على light fluorescence which change في نوع light اللي بيطلع من الحاجة cancerous من الحاجة non cancerous legion اسماءهم ده villoscope أو اللي بيسموهم virtually enhanced legion ده الفلورسنس بتاعه بيختلف من النور من الحاجة اللي هي cancerous حنلاقي light من cancerous legion بيبقى أقل في intensity لونه darker شوي visi light ده زي ألم العيان وده بتانس ومفقوش أي مشاكل خالص العيان بيتمضبط بمحلول معين the sensitivity لل light ده أو المعرض light لي أو activated light هيضيني difference في color ما بين الحتة والحتة النورمال الحتة هيبقى لونها أفتح قوي من الحتة النورمال يبقى تاني visi light ده بند هيمضمط بحاجة وبعد كده هنعرض القلم ده ليها هنشوف الصورة قدي القلم وبعد كده بعد ما مضمط هيعرض الحاجة لها حتة بال لونها أبيض قوي مش زي النورمال اللي جنبه هنا برضو أنا شك في ليجن صغير جدا مش باين بعد ما مضمط وعرضت القلم بقت لونها قبيض قوي ولكلاز هيبقى this is a suspecting cancer and you have to take a biopsy to confirm or this to pathological examination فوزو سنستايزة نفس الأي ده بدعتها بنقول إن بعض التمر cells تبقى مور سنستب بالكالر وبيتغير لونها هنا النورمال تشز هتلاقيها بيضة الكنسر تشز هتلاقيها امات كالر ريد النورمال كده بتبقى لونها لوش وائد لكن الكنسر لونه أحد الكنسر ملاكي بياخدوا عينة من السلايف ويشوفوا البروتينز بتاعتها بتختلف في الناس اللي هم عندهم cancer من الناس اللي ما عندهم شي cancer laser capture micro dissection بيستخدم الليزر بياخد زي specimen كده من الاريا وبيشوفها under the microscope وبيشوف اي pathological changes فيها او اي signs of dysplasia renal cancer في other diagnostic computer tomography or personography وال MRI كل الحاجات اللي انا عملتها اللي انا شفك فيها اي legion انا شاكك فيه وديته treatment ومحصل لوش healing لمدة اسبوعين اي legion ان عملت له وطلع positive او عملت repeating للتست وطلع ناجة او اعملت repeat للتست وطلع بعد اي non invasive methods انا استخدمت ها denoting cancer الاخر لازم اخد biopsy اندي قالتلي ان الحاجة دي cancer عشان اتأكد ان to confirm the diagnosis لازم اخد biopsy وابعته لل histopatological examination اشوف انا اشوف الcancer ده في any stage treatment بتاعته هتبقى اي هتختلف treatment اذا كان at the first stage or the second or the third and so on فبالتالي لازم ها عمل biopsy ال biopsy بتاعنا هيختلف depending على حجم ال legion وهو موجود فين اكسجن ال biopsy يبقى ده legion صغير واكسس باللي هاشير انسجن ال biopsy ده legion بتاعي كبير انا لسه باخد biopsy انا ما بشيروش كله فبالتالي هاخد منه suction ده should be shallow and deep is better than broad and shallow يعني يكون صغير ولكن deep واخد كل احسن ما يكون broad وشال ال endoscopic biopsy ده الحاجات اللي هما بياخدوها من الحاجات ال deep زي المعدة او الحاجات ده البون مارو biopsy ده لو كانت الناس اللي عندها لو كيميز فلازم ياخد من البون مارو fine needle aspiration biopsy بياخد بنيض من deep legeon punch biopsy بياخده من inaccessible areas انا مش هقدر افتح زي المaxillary sinus بيدخل biopsy 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 for the deep organs فلازم هيفتح surgery وياخد منها biopsy in a summary احنا قمنا prevention is a primary secondary with tertiary the primary level for oral cancer يعني معناه انا عمل total prevention of the cancer is impossible we just نعمل health education الهم حاجة اللي هي a risk factor for the secondary levels مهمي جدا ال early deductions بكل المفوض اللي احنا قلنا عليها بالcomprehensive examination first and to apply all the method سواء non-invasive or invasive methods for early detection of the cancer take care out put into concentration special attention to the pre-malignant legion the tertiary level حيبا involve invasive surgery molecular targeting therapy ready therapy or chemo therapy وانا هيبقى دوري لانا اعمل re-happlication في مكان الجزء اللي اتشال عن طريق of the characters if there any questions في اي سؤال في اي حد مش فاهم اي حاجة كثرة في اي سؤال او اي حاجة مش مفهومة او كي ال pdf بتاعتكم بتاعت الحاجات دي هتبقى موجودة ان شاء الله على ال group والمحاضرة الجاية ان شاء الله بليز اتمنى ان انا بعمل محاضرتين المحاضرة الاولى من 11 ل12 ونص او لوحدة والمحاضرة التانية هتبقى من 12 ونص ودي هتبقى بعد كده نذاكر وممكن اعمل ونبقى نعملها بشكركم اشتركوا في القناة